اليوم سوف نرى كيف يمكنك أن تتحدث عن عطلتك أو إجازتك عندما تأخذ عطلة أو إجازة من الجامعة أو مدرسة أو معهد تسمى ولكن إذا أخذت إجازة من العمل نسميها إذن تستخدم دي فارين إذا كنت تقصد عطلة من مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو جامعة و تستخدمها في حالة كانت الإجازة من العمل ماذا تفعل في العطلة؟ ماذا تفعل؟ الفين ماخن يعني فعلا يفعلوا وفاس تعني ماذا؟ تكون في الموقع الأول ثم الفين ثم الفاعل في العطلة أو الإجازة حرف جرئين هنا بلوس داتيف دي فارين هي كلمة في الجامع دي أدى التعريف دي تصبح دي و و إم أولاوب ما هي إم؟ هي إن لوس ديم لأن هذا التعريف دي تصبح ديم في الضاتيف What machst du in den serien؟ أو What machst du im Olau? أنا أذهب إلى البحر Ich fahre ansmeer يعني أنا أذهب إلى البحر فاغن هنا نقصد بها الدهاب بواسطة وسيلة نقل كالسيارة أو القطار استخدمنا حرف جرئان هنا لأننا ذاهبون إلى مكان فيه ماء داسمير ولماذا أكوزاتيف؟ لأن عندنا تغيير مكان حركة أقوم بالذهاب إلى البحر ans هي an لوس das ansmeer في حالة كنت تسافر بواسطة الطائرة إلى دولة أو مدينة ما تقول Ich fliege nach يعني أنا أسافر بواسطة الطائرة إلى nach ولكن انتبهوا إذا كانت الدولة بأداء تعرف نستخدم حرف جرء 1 Ich fliege nach Leipzig Ich fliege nach Marokko Ich fliege in die Schweiz كما لاحظتم في حالة كانت الدولة بأداء تعريف لستخدم حرف جرء 1 أبقى في المنزل Ich bleibe zu Hause Ich bleibe zu Hause أزور عائلتي Ich besuche يعني أزور Ich besuche meine Familie أنا أزور عائلتي تريد أن تسأل شخصا ما أين كنت في الإجازة أو العطلة؟ Wo warst du Wo warst du يعني أين كنت Wo warst du in den Ferien أو Wo warst du im Urlaub عندما تريد أن ترجيب تقول Ich war يعني كنت Ich war إذا أردت أن تقول كنت في دولة أو مدينة ما تقول Ich war in Ich war in Ich war in Ich war Ich war in Ich war in Brazil Ich war in Brazil Ich war an einem See كنت في بحيرة أو Ich war an Bodensee تذكر اسم البحيرة Bodensee اسم بحيرة في ألمانيا هنا استخدمنا حرف جرآن لأننا عندنا مكان فيه ماء بحيرة واستخدمنا بلوس داتيف Ich war in den Bergen يعني كنت في الجبال حرف جرآن هنا بلوس داتيف Ich war auf einer insel كنت في جزيرة حرف جرآن نستخدمه مع الجزر وهنا بلوس داتيف والآن نريد أن نطرح السؤال ماذا فعلت في العطلة أو الإيجازة Was hast du الاماكين التي تستحقوا الزيارة في مدينة أو دولة أو مكان ما بلوس داتيف القيام بجولة في المدينة دي روندفارت هي الجولة إيش هاب أين شتات روندفارت لقد قمت بجولة في المدينة والآن نريد أن نطرح السؤال بي أين قمت بالمبيت؟ الفعل ايبانختن ومعنى بات يبيتو ايبانختن و هستو ايبانختت؟ أين قمت بالمبيت؟ يعني خلال الإيجازة أين قضيت الليل؟ أين قمت بالمبيت؟ إيش هاب أين هوتيل ايبانختت لقد قمت بالمبيت في فندق لقد قمت بالمبيت عند أصدقائي كيف نقولها؟ عند أصدقائي عندما تكون عند شخص ما في منزله تستخدم حرف جر باي بمعنى أنت لست فقط معه بل عنده في مكانه في منزله وتستخدمه بلوس داتي أين قمت بالمبيت في فندق لقد قمت بالمبيت عند أصدقائي لقد قمت بالمبيت في خيما أين قمت بالمبيت في خيما مثلا عندما تذهب إلى الجبل الآن نريد أن نطرح السؤال ونقول كيف كانت عطلتك؟ في فارين كلمة في الجمح لذلك قلنا في فارين أين فخ زوبة يعني بكل بساطة رائعة يعني كانت عطلتك رائعة أين فخ زوبة طول يعني رائعة طول ليدا سو كوتس يعني للأسف قصيرة جدا ليدا تعني للأسف شون جميلة شون فوندغبار يعني رائعة طريقة أخرى لكي تقول رائع فوندغبار لانكفايلش يعني مملة لانكفايلش الآن نريد أن نسأل عن المدة تريد أن تقول كم المدة التي بقيت هناك؟ مثلا يقول لك شخص ما كنت في مكان معين أقضي عطلتي تقول له كم المدة التي بقيتها هناك؟ عندما نريد أن نسأل عن المدة نستخدم يعني كم المدة التي بقيت هناك؟ عندما تريد أن تجيب هذا السؤال تقول إيش وار ثم المدة ثم دوت مثلا إيش وار 10 تاج دوت يعني كنت هناك عشرة أيام إيش وار اين ووخ دوت يعني كنت هناك أسبوع إيش وار اين مونات دوت كنت هناك لمدة شهر لنقوم بتكوين هذا السؤال أين قضيت عطلتك الأخيرة؟ الفعل verbringen معناه قضى أو أنضى verbringen وفي الماضي إيش هاب verbracht لقد قضيت أو لقد أنضيت إيش هاب verbracht عطلتك الأخيرة دائنو لتزن فرين دائنو لتزن أولاو هنا عندنا أكوساتف لأن الفعل verbringen فعل plus أكوساتف وو هستو دائنو لتزن فرين فرد كنت في مخيم أو مخيم هو المخيم استخدمنا حرف جر آف هنا لأن عندنا المكان ينتهي ب بلاتس عندما يكون المكان ينتهي ب بلاتس تستخدم حرف جر آف إيش عطلتي في خارج البلاد يعني في الخارج في خارج البلاد ترجمة نانسي قنقر